زيكوا عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير. توقعات برج الحمل لشهر يناير الفين اربعة عشرين. هبدأ بالجانب المهني. دعم الزملاء وحسن التعامل. يعني شفتوا حسن التعامل دي. المفروض ان زميلكم في العمل مواليب برج الحمل هيكون في حسن التعامل منهم وكمان في دعم. ده هيكون سبب المفروض في انجاز كتير من مهام العمل. وهي خلي الشغل كمان يمشي بشكل سلس اكتر. وده اول عشر ايام. اما بقى بعد يوم خمستاشر. فمحتمل يكون فيه خلافات ده اللي قريته بالضبط مع بعض الرؤساء. وده بسبب قرارات غير عادلة. يعني فيه كده مديرين هياخدوا قرارات المفروض انها مش هتكون عادلة. وده هيعمل خلافات مع مواليب برج الحمل. والخلافات دي المفروض انها هتستمر لحد يوم اتنين وعشرين. وبعد يوم اتنين وعشرين هتهدى الامور. بس فيه حاجة قريتها مهمة عايزة اقولها ان فيه بعض من مواليب برج الحمل هيستقيلوا من عملهم خلال الفترة دي. ده غير ان هيكون فيه فرص عمل جديدة طول الشهر. وبنسبة كبيرة مش بالنسبة قليلة. عايزة اقول حاجة بسرعة كده بخصوص القرارات الغير عادلة. آآ طول محضرتك وحضرتك شغالين في مكان طاقعا يحصل قرار غير عادي. لان اللي ماسك المكان ده مش اله يعني مش ولا ملاك من السماء. وارد جدا ان هو يغلط. ده خلينا نقول يعني وارد ان هو يغلط بلاش نقول ان هو قاصد. وآآآ ده بيحصل. طيب. انا المفروض ده اتعامل مع ده ازاي بقى? الافضل حل في حاجات لازم تتجاهلها. وامتى تتجاهلها وتتجاهليها ده وما فيش خيار تاني. يعني مفيش ان انا مقدميش حل غير ان انا اصبر واستحمل الظلم ده. في الاول في الاخر احنا عندنا عادل واحد في الكون كله وهو ربنا. وده مدامه اتطلع وشايف انا المفروض ما الاقش من حاجة. هو هيعوضك ربنا. ربنا ما بيعديش حاجة ولا بيفوت حاجة. وحساباته غير حساباتنا. ولكن هو هو الوحيد اللي احنا نقدر نصك في عدله عن البشر. فانا عايز اقول لك اوعى تاخد قرار سريع بالسبب حاجة غير عادلة او حاجة ما عجبتكش في الشغل. فتروح انت واخد قرار سريع او انت واخده قرار سريع تندم عليه بعد كده. لو الامور تستدعي اني اه اتجاهل اتجاهل. لو الامور اه تستدعي اني امشي امشي. بس هل انا عندي البديل? طبعا دي كلها حاجات لازم تكون انت مرتب ليها. يعني انا خلاص اه القرار ده دايقني واستفزني جدا. انا المفروض ابتدي اشوف حل تاني او بديل تاني. علشان بعد كده اكون انا منسحب من المكان الغير عادل بالنسبة لي ده. طب ما فيش حل تاني. طب ما هو لازم استحمل. او مش عيب. يعني حتى المسا بقول لك مجبرة خاكة. لا بطل. فانت مدام مجبرة وانت مجبرة. ما قد ماكش غير هو التجاهل. انت بقى فك عن نفسك باي طريقة. يعني اخرج سافر سفرية لذيذة. خد اجازة وافصل. ولكن بلاش دايما حتة القرارات اللي في وقتها. القرارات اللي في وقتها. وقت الشد والغضب. ما بتبقاش يعني قرارات صائبة. ما بتبقاش قرارات آآ سليمة بنسبة كويسة. ليه بقى بقول كل الرغي ده? علشان في ناس بعد ما بتسيب الشغل بتندم. وتقولي انا كان ممكن افوت. انا كان ممكن استحمل شوية كده. فيعني اللي تقدروا تتجاهلوه احنا في حياتنا عموما مش في الشغل بس. بنكون محتاجين قليل من التجاهل. يعني لازم كده يبقى فيه عندنا في حياتنا. نمر لنفسنا على شوية تجاهل علشان ده هنحتاجه طول ما احنا بنتعامل مع بشرية ونفوس وايا كان النفوس دي ايه ظروفها. ربنا يوفقكو يديكو الحكمة ويقويكو. وده يخليكو كمان ترقوا من نفسكو وتشتغلوا على نفسكو اكتر. عشان طول ما انت وانت شغالين على نفسكو اكتر. وعارف ازاي تطور من نفسك. ده هيخليك تلاقي فرص عمل بشكل اكتر او شكل متعدد اكتر يعني. عارف ان طولت بس احابي بقول لان فيه ناس كتير فعلا بتتظلم في شغلها وانا شوفت ده بعيني. فربنا هو اللي بيعواضهم. هدخل بقى عالجانب العاطفي. هبدأ بالعزاء. رغبة كبيرة في الارتباط لعزاء برج الحمل. عزاء برج الحمل واضح ان هم عندهم يعني شغف ناحية الارتباط. ودي حاجة كويسة جدا. وبالمناسبة دي هكون سبب زيادة فرص الارتباط. بالنسبة كبيرة وبالاخص اول اتناشر يوم في الشهر. يعني آه هتبقى سبب في زيادة فرص الارتباط في الشهر كله بس بالاخص اول اتناشر يوم. الشغف كويس وكل حاجة بس قوقع وتخلي الشغف واللي اندفع ناحية الارتباط يخليك تختاري شخص مش مناسب او يخليك تختار شخصية مش مناسبة. ونتعلق بناس مش مناسبة لنا وبعد كده ننجرح او نتواجع منهم. وده بيحصل بسبب ان احنا بنمشي هورا شغفنا. لا. الصح لو عايزين الصح لازم نفكر بعقلنا ونركز في تفاصيل الشخصية اللي احنا هنرتبط بها او اللي مقابلانا. علشان نقدر نعرف ازا كلنا هنرتاح مع الشخصية دي ولا لا. مهم كل ده ازاي ما قلت اول اتناشر يوم. نتفهمش ليه اول اتناشر يوم بس يعني دي حاجة برضو من الحاجات الايجابية. المهم بقى ان فيه كمان ارتباط تقليدي. وده هيكون ليه النسبة الاكبر بس من بعد يوم خمستاشر لنهاية الشهر هيكون بنسبة كبيرة. بالاخص اخر عشر ايام في الشهر. الارتباط التقليدي وارتباط الصالونات بيكون محتاج ان احنا ندقق اكتر لان احنا داخلين على يعني خطوة جدة على طول. اللي هو خطوبة وبعد كده جواز. مفيش زار. فلازم فترة الخطوبة ادرس الشخصية باكبر قدر ممكن. ودور على عيوب الشخصية. اه في مرحلة كده بنوصل لها. لما بنتخدع في ناس كتير او الناس اللي اتخدعت في ناس كتير. لما بتيجي تقعد مع شخصية جديدة. تلاقيها دايما بتبتدي تدور على العيب بتاع الشخصية دي. وهتلاقيه. ممكن طبعا صعب ان احنا نلاقيه من اول احدى من تاني احدى. بس ممكن موضوع يتفتح من خلال الموضوع ده. الكلام اللي هيدور قدامك من الشخصية دي. ممكن طلقت كم حاجة. تخليك تقدر تحدد الشخصية دي عيوبها ايه. ولكن الافضل هو ان احنا نعرف الشخصية ونديها وقتها عشان نقدر نحكم بشكل صحيح. ربنا يبعت لكل شاب وشابها الشخصية المناسبة. هدخل بقى المتزوجين والمرتبطين. استقرار العلاقة اول اسبوع. اول اسبوع هيعدي مفوش اي حاجة. هيبقى مستقر جدا وهادي. سواء المرتبطين او المتزوجين. لكن بعد يوم عشرة في خلافات. والخلافات دي مكتوب بسببها يعني اني في نقاش في امور هتكون بسلوك حد. يعني النقاش له هيكون حد جدا وده هيعمل الخلافات. طبعا الاسلوب عليه عامل كبير. يعني انا لما اقولك انت ما بتفهمش غير لما اقولك في حاجة انت مش ياخد بالك منها. شايفين فيه فرق بين الاتنين كبير. ده اسلوب. الصوت لما يعلى قوي اللي قدامي بياخده انه هو اهانة. او ان انا بتخانق معاه. كل دي حاجات يعني بتخلي اللي قدامي يوصل انه خلاص بتحصل مشكلة وانه يبقى له الرد فعل. وزي ما بتقال كده لكل فعل الرد فعل. انت لازم تعرف وخصوصا السيدات والبنات بيكونوا محتاجين شوية حتة التعامل ايه? اللي هو خلي بالك ان هم عندهم احنا ممكن نحس بهجوم لو حاجة كبيرة قوي. لا هم لو نص الاسلوب حد مش حد بنسبة مية في المية لو خمسين في المية حد هو بالنسبة لهم يعني يعني بقى الجنس الناعم يعني. اه بياخدوه ان هو احد فانت لازم تاخد بالك انت بتعمل مع سيدة او شابة. فدي مهمة جدا. اللي هو انت ممكن تكون بتشرح لها حاجة عادي جدا بس صوتك عالي شوية فتقولك انت بتزعق لي ليه? مسلا. فدي حاجة هم عندهم حتة المرهف دي يعني حتة الحساسية الزيادة. دي برضو من الحاجات اللي بيكون البصوا يا جماعة الاحترام والسلوك من الحاجات اللي هتخليكو حقيقي. علاقتكو والحب يكبر والاستقرار يدوم فترة طويلة. يعني الاستقرار مش هيبقى فترة طول الشهر. ولا على طول. مفيش استقرار على طول. لان احنا بشر. ولكن الاستقرار ممكن يكون يوصل مسلا بدل ما هو بيقى اسبوع عشر ايام. يبقى احنا كده استفادنا تلت يام زيادة. فدي حاجة كويس. المهم يبقى بناسبة الاستقرار المفروض بعد يوم تمنتاشر الاستقرار هيرجع تاني والامور هتهدأ. ومش هيكون فيه اي خلافات. وعلى نهاية الشهر فيه تغييرات ايجابية هتكون سبب في اوقات سعيدة. ولكن في حاجة كمان سلبي على نهاية الشهر ليه بعض مواليد برج الحمل? ان فيه علاقات هتنفصل او هتنتهي للأسف. برضو دي من القرارات اللي ما ينفعش تاخدوها بسرعة تاخدوا اجازة من بعض تفصلوا عن بعض شوية عشان القرار ده ما ينفعش يتاخد في وقتها وقت المشدة يعني. ربنا يهدي سيليكوليبيت ويكمل المرتبطين على خير هدخل بقى عالجانب العالي. تجمعات عالية بنسبة كبيرة جدا وده اول عشر ايام. وبعدها هتقل التجمعات. بالاخص من بعد يوم عشرين. بعد يوم عشرين التجمعات هتكون بنسبة ليلة جدا. يا رب كل عيلة هتتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة. هدخل عالجانب المالي. فرص ممتازة من بداية الشهر لزيادة الدخل المالي. يعني هيكون فيه فرص المفروض انها فرص كويسة جدا لمواليد برج الحمل يستغلوها الا انها هكون سبب في زيادة الدخل وتعزيز الماديات. ولكن بعد يوم خمستاشر هتزيد المصاريف. وهتزيد بنسبة كبيرة. وكمان على نهاية الشهر محتمل يكون فيه ناقص مادي مع بعض مواليد برج الحمل. ومكتوبة كده يجب على مواليد برج الحمل حساب هذه الفترة. يعني تعمله حساب الفترة اللي احتمال يكون فيها ناقص مادي. لازم دايما في حياتنا نعمل حساب ان في اي وقت ممكن الماديات تختل. فاحنا نكون يعني عاملين حسابنا في الضخار معين. او نسبة معينة بنشيلها على جنب للظرف ده. لو انت ما بتعملش كده او انت فانت غلطان جدا لان ده حتى في كتب المال بيقولك كده. لازم فيه نسبة من دخلك تشيلها لاي حالة من الحالات الطارقة. ربنا يوسع من رزق جميع. هدخل بقى على اصحاب المشاريع. ارباح مرتفعة جدا وده اول عشر ايام. وبعدها هتقل الارباح لتكون متوسطة. ده غير ان نهاية الشهر هيكون في حالة من الركود مع مشاريع موليد برج الحمل. ربنا يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم. اخر حاجة. الجانب التعليمي. اوقات دايقة جدا لطلاب برج الحمل. واضح ان هيكون فيه زنقة عند الشباب والبنات. اول الشهر دي الطلاب. والزنقة دي محتاجة ضغطة اكتر من الاول. ومحتاجة جدية اكتر من الاول. وعدد ساعات للمذاكرة اكتر طبعا. ولكن كل ده هيكون اول الشهر. من بعد بقى يوم خمستاشر هيكون في اخبار مفرحة تنتظر طلاب برج الحمل. ده غير كمان ان نهاية الشهر هيكون فيه تحسن مستوى الطلاب بسبب السعي لافضل. يعني هيكون فيه كتير من الشباب والبنات برج الحمل هيصعوا ان هم يكونوا في حاجة افضل. في مكانة افضل في مستواهم الدراسي. وده هيكون سبب فيه تفوج برضو على نهاية الشهر. وهيكون ملحوظ بالمناسبة. عايز اقول للشباب والبنات دايما اسعى واسعي ان انت تكون في حتة احسن من اللي انت فيها الوقتي. وده هيجي بالمذاكرة. وهيجي باني انا اتكرار وعيد وزيد. انا قلت الكلام ده كتير. بس خلينا نقول عشان لو فيه شباب وبنات جديدة لسه اول مرة يشوفوا الفيديو. ان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة. دي كانت توقع عب برج الحمل. دي شهر يناير الفين اربعة عشرين. اعجبكم الكلام ده لا تنسونيش في اللايك لو مش مشترك او مشتركة. ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوهات اللي بعملها. بتشكل اوليكو. سلام.